مساء الخير المتابعين الكرام اهلا وسهلا بكم فيديو جديد نهاردة نوفمبر الفين تلاتة وعشرين. آآ نهاردة خلنا نتكلم على وصول بعض ازواج العملات الى مناطق تعتبر جيدة جدا للدخول. فهنبدأها مع الدهب. الدهب آآ خلانا نقول كده منطقة العشرين سبعين. اللي فوق دي. ولو جبنا على الاسبوع الكلام ده هيزهر اكتر. آآ بصوا يا جماعة. ببساطة شديدة يعني حتى اقبل لكم علما ممكن يفهم الكلام ده. ده هو لسه جديد في السوق يعني ما فيش مشكلة يقدر يفهم الكلام ده. انا عندي هنا الزوج من منطقة لعشرين سبعين قبل كده. تمام? في عشرين عشرين ارتطم بالمنطقة دي ونزل. وكمان ده حصل في آآ منتصف شهر في سنة الفين اتنين وعشرين. يبقى انا عندي في عشرين عشرين وعندي في عشرين اتنين وعشرين. وعندي كمان تقريبا في منتصف الفين تلاتة وعشرين حصل نفس الكلام والزوج نزل وقتا ما كان وبيقولوا روسيا وضرب الرئيس وحاجات زي كده كان الدهب طار وقتا وبعدها لال يعني زل تاني ما بقوة. واخيرا الفترة اللي احنا فيها دلوقتي. احنا النهاردة بنتكلم في ان الدهب عندي عشرين سبعة وتلاتين. الفين سبعة وتلاتين. على الارجح ممكن يطلع ياخد سيولة من فوق. تمام? يطلع ياخد السيولة من فوق يعني ايه ياخد سيولة يعني ايه الكلام ده? يعني الزوج يرتفع يرتفع آآ بقوة يعني بحيس ان هو يجني ارباح عند اعلى سعر وبعدين من فوق يبدأ ان هو ينزل. الكلام ده حيفضل او يفضل ان هو مستمر معنا طالما ما فيش اي او في اي اه محركات للسوق بتقول عكس كده. ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا في حدة آآ الدخول البيع من هنا? اولا فكرة ان التضخم بدأ عالميا بدأ ان هو يتراجع. فكرة ان الفيدرالي وغيره غيره غيره اتجاهاتهم دلوقتي مش رفع الفايدة. فبالتالي مفيش يعني شيء مغري في العملات او اي اياسة تانية بحيس انها تمنع الناس عن شراء الدهة. فبالتالي ده ممكن. ممكن بشكل كبير يرفع الدهب. بس نفسيا يعني من ناحية السيكولوجية في الموضوع ان عشرين سبعين رد السعر قبل كده فبالت جدا ان احنا نشوف آآ غبوط للدهب من المنطقة دي حتى لو على سبيل التصحيح. حتى لو على سبيل ان هو بس يصحح وينزل كده. آآ الكسر بتاعه انا محتاج على الاقل يعني اغلاق اسبوعي اعلى المنطقة دي عشان فيه حاجة اسمها آآ يعني ممكن يحصل او اللي هو زي خداع اللي هو او الكسر الوهمي. فيطلع تمام يكسر يوهم الناس تعالوا اشتروا تعالوا اشتروا تعالوا اشتروا تعالوا اشتروا تعالوا اشتروا اهو بيروح ايه نازل. ده بيحصل كتير جدا في السوق. كتير جدا في ما اتخيله. فتجنبا للموضوع ده هنبقى حذرين شوية. وفي نفس الوقت هنحط شروط صارمة لتأكيد الكسر. شروط صارمة لتأكيد الكسر. لان موضوع التلاعب او موضوع الفيك آآ بيحصل كتير جدا في السوق. مش منطقة اهي. سوق. تمام دنيا تمام. سوق بيجمع شوية. وبعدها الله ده المستوى ده تقسر اللي هو مستوى قوي. فيكسر فعلا هنا. والناس تتأكد وبعدها ايه? يحصل حاجة زي كده. يقول لك لا انا هشتري من تحت اكتر. ففعلا السيولة تدخل السوق. ويخلي السوق ينزل 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 لحد ما يوصل لهنا. من هنا بقى بعد ما يكسر هنا. يقدر ان هو يشتري بسعر اقل يعني بدل ما كان هيشتري الدهب من عند الالف آآ خلينا نقول الف وستمية وتسعين مسلا لا ده هو هنا هيشتريه من عند الالف شوف بس الف وستمية. ففيه فرق خمسين دولار. فده في الكيميات الكبيرة بتفرق معهم جدا. فهنا حصل في حالة من حالة التلاعب هنا مثلا خلينا نقول او تلاعب او آآ ايا كان هتسميها ايه? وبعدها السوق يرجع يصعد بقوة الكلام ده بيحصل كتير جدا زي ما قولت في السوق. وعلى سبيل المسال هنا برضو في المنطقة دي. نبص هنا معي. آآ هنا برضو اهو كان عندي منطقة كده. منطقة بص قوية. اللي هو لما يطلع لها ويكسرها خلاص انا هنزل. لا. ده هنا يكسر. ويغلق فوقه يؤكد الكسر. وبعدها يطلع يضرب المنطقة دي كلها. وينزل ويرتد برضو من منطقة السابقة اللي هي هنا. وينزل وبقوة. وهكذا السوق شغال. فلزلك لازم ناخد بالنا من فكرة ان الزوج لما يكون صاعد فوق مستوى معين ده لازم برضو. آآ وخاصة لو هو جديد لازم تعرف ان هو في الغالب هيرجع يرد تاني لتاحت. فاذا الدهب انا هستنى عند العشرين سبعين الفين آآ وسبعين. وبعدها من هناك نبدأ نشوف ايه اللي ممكن يحصل. عشان ما طولش عليكم بس. تعال ننتقل الى اليورو. اليورو هنا تحت خط اتجاه هابط زي ما احنا شايفين. انا برضو مستنيه عند الواحد فاصل عشرة. خمسين للواحد فاصل عشرة ثلاثة وتمانين. منطقة دي انا محتاج اشوف فيها. الزوج. ومن هنا ممكن يبدأ يحصل ايه? يحصل في قبوت سعري. وشايف على الارجح يعني عند منطقة فوق هنا المفروض انها تتميدي يعني المنطقة اللي فوق دي. يعني هو ممكن يطلع بنتكلم في عند الواحد فاصل حداشر خمسين. فلا اليورو مطول معنا شوية. بس ابدأ بص عليه من اول عشرة خمسين لعشرة ثلاثة وتمانين. الاسترليني. هيدا الاسترليني اهو. تمام? تحت مستوى الواحد وستين فابوناتشي. منطقة دي. اه ازهر شامعة سلبيه ده بتلع بيعي. معتقد على الارجح هيبقى له مستهدفات الاسفل. يعني خلينا نقول مسلا ايه المناطق نحددها كده. اه ممكن هنا. المنطقة دي. وممكن المنطقة اللي تحت كمان يعني عندنا منطقتين اصلا يعني المفروض ان هو يزورها متين. يعني اه فين هنا عند الخمسة وعشرين سبعين وعند التلاتة وعشرين تمانين تقريبا ان شاء الله. طيب تعالى نبص برضو على الليرة التركية. اه في مزيد من الارتفاع وسط لمستوى التمانية وعشرين اعتقد اه هتزور قريب جدا تسعة وعشرين وبعدها ممكن نشوف التلاتين ان شاء الله. يعني اه فيه فيه هبوط في الليرة التركية بس بهدوء. وده يعتبر شيء جيد شيء مش مش وحش يعني. اه بس كده اتمنى رابطكم استفادتم من الفيديو وشكرا لكم على متابعة والسلام عليكم.